ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم التسليم أما بعده والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وندرس أيها لحبه الكرام كنا تكلمنا في الحلقات الماضية حول ما يتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الطهارة كاملا خلال الحلقات كلها شرحنا ما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام المياه وأحكام الآنية كذلك أحكام الغسل أحكام التيمم نواقض الوضوء وكيفية الوضوء تكلمنا أيضا عن الحيض والنفاس والاستحاضة وأحكامها أما اليوم فقد انتهينا والله الحمد من كتاب كامل وهو كتاب الطهارة وانتقلنا إلى كتاب آخر من فقه العبادات وهو كتاب الصلاة الصلاة يعني كما كاسمها هي صلة بين العبد وبين ربه والآن لو تأملتم وجدتم أن بين العبد وبين ربه مثل الحبال الموصولة حبل صدقاه وحبل حج وحبل عمره أولها وأعظمه وحبل الصلاة أن يبقى المرء متمسكا به بين يدي الله تعالى وامتأمل في الناس وجد أن حقيقة عددا غير قليل من المسلمين اللهم نستعان قد بدأ يتساهل بأمر صلاة إما أن يخرجها من وقتها أحيانا أو يكون عنده نوع من التساهل في أيضا جمع الصلاتين أحيانا من غير عذر ولا شك أن هذه والإخوة كله من التفريط الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء إذا فرط في صلاة قد ينتقل أحيانا من مسمى الإسلام إلى مسمى الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين وخطر ذلك قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فإن صلحت نظر في باقي عمله وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله دل هذا على أهميتها وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء يوم القيامة إلا مواضع الصلاة وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا ظهر لعباده يوم القيامة سجد له المصلون أما غير المصلين فلا يستطيعون كما قال سبحانه وتعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني كان يدعى إلى السجود في الدنيا فكان يأبى لذلك يوم القيامة لن يستطيع أن يسجد لأنه كان قد فرط في هذا أصلا فيما سبق من حياته كذلك أيها الإخوة لو تأملنا لو وجدنا أن جميع العبادات قد فرضت على الأرض إلا الصلاة فإنها فرضت في السماء الحج نزل جبريل وفرضه على النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض قل مثل ذلك في الزكاة قل مثل ذلك في الصوم إلا الصلاة فإن الله تعالى رفع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض عليه الصلاة ثم بعد ذلك أعاده على الأرض ومن العجائب أنك تجد بعض الناس أحيانا يفرط في أمر صلاة ثم هو بعد ذلك يرجو الله تعالى أن يغفر له يرجو الله أن يتجاوز عنه طيب أنت يا أخي مفرط أصلا في صلاتك كيف تريد رب العالمين أن يرضى عنك كوى النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر مثل ذلك بل قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فبين أن ترك الصلاة قد ينقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر ومن اللطائف في يوم من الأيام أذكر أني كنت في أحد البلدان تكلمت في في أحد المجالس حول الصلاة وأهميتها فأقبل إلي رجل لما انتهيت من كلامي قال يا شيخ أنا كنت أصلي ثم تركت الصلاة بسبب موقف قلت له ما هذا الموقف قال يا شيخ أنا مرة من المرات لما كنت شابا كنت من أهل الصلاة ولا يمكن أن أترك الصلاة أبدا يقول مع أني كنت على معاصي كنت مثلا يعني أحيانا لي علاقات عاطفية وأحيانا أشرب خمرة وأحيانا أتعاطى بعض يعني غير الخمر من المحرمات يقول يوم من الأيام شيخ وأنا لا أزال شابا صليت في أحد المساجد يقول ثم قرأته على المنبر حديثا قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له طبعا هذا الحديث ضعيف يا جماعة لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى لو كان الإنسان على معاصي ينبغي له أن يصلي لا يعني أنه يقول يا أم أكون يعني مستقيم مئة في المئة وأترك مئة في المئة لا صلي حتى لو كنت يا أخي لك شيء من المعاصي المهم يقول صاحبنا فلما قرأت هذا الحديث يا شيخ قلت في نفسي طيب أنا ما نهتني صلاتي عن الفحشاء والمنكر معناه أنه لا صلاة لي إذن لماذا أتعب نفسي بالصلاة تدري أترك الصلاة يقول ثم تركت الصلاة تماما لمدة اثني عشر سنة وأنا ما أصلي أبدا قلت له طيب كيف تبت قال تبت يا شيخ بطريقة غريبة قلت كيف قال يا شيخ الذي نصحني سكران قلت نصحك سكران قال نعم قلت كيف فبين لي قال يا شيخ كنت مرة في حفلة سمر وأنا على تركي للصلاة وعلى معاصي يقول كنت مرة في حفلة سمر وعندنا من يرقصنا ونحن سكارة يقول فكان بجانبي شخص يقول هذا الشخص سكران مثلي ويرى كل من أعجب براقصة أخذها معه ومضى فالتفت إلي قال قم أخذ واحدة من هنا قلت أعوذ بالله أخذ يعني امرأة أعوذ بالله لا والله ما أفعل مثل ذلك قال عجيب يعني أنت ما تزني قلت لا والله ما أزني أعوذ بالله قال طيب مدام ما تزني ليش ما تصلي قلت ما أصلي لأني أشرب خمر قال طيب اسمع قلت نعم هذا الكلام كلام سكران ما شاء الله أجل لو كان عاقل ماذا سيقول يقول قال لي اسمع قلت نعم قال نحن بيننا وبين الله خبال حبل غض بصر حبل صدقة حبل صلاة حبل حج حبل عمرة أنت أقبلت إلى حبل غض البصر وقطعته لأنك ما غضيت بصرك أقبلت إلى حبل الصدقة وقطعته لأنك ما تصدقت أقبلت إلى حبل بر والدين وقطعته لأنك ما تبر والديك يا أخي أبقي هذا الحبل الصلاة بينك وبين الله تعلق به هذا كلام سكران ما شاء الله أجل لو كان عاقل يا جماعة ماذا سيقول يقول لما قال لها الكلام بدأت فكر قلت والله يا خينك صادق فعلا لازم لواحد يبقي علاق الحبل الصلاة بينه و بين رب العالمين يقول فقمت من مكاني وذهبت إلى مكان آخر واغتسلت وصليت العشاء ومن بعدها وانا تائب إلى رب العالمين إذن أيها الإخوة ما دام الإنسان قادرا على أن يتمسك بصلاة فهم أمور بذلك بل لو تأملت معي لو جت لو أن الناس يوم القيامة جاو إلى الله تعالى بكل ذنب لو جاء إنسان فرضا يوم القيامة إلى الله عز وجل مثلا ببر والدين أو دعه جاء بطاعات جاء ببر والدين جاء ببناء مساجد جاء بمثلا صدقات جاء بأعمال صالحة كثيرة أول ما سوف يسأل عنه من عمله الصلاة إن كان مصليا قبلت من بقية الأعمال أما إن لم يكن مصليا لن تقبل منه هذه الأعمال أبدا ومن تأمل في الأحاديث تبين له هذا ولعل يسوق لكم شيء من الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ومبينا لهم أهمية هذه الصلاة قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الصلاة قال يا بلال إني قد سمعت حشتنا عليك في الجنة سمعت صوتنا عليك في الجنة يا بلال فبما سبقتنا إلى الجنة فإذا هو قد سبقه إليها قد سبق الناس إليها بالصلاة وإلا لم يسبق النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما توضأت وضوان إلا صليت به ركعتين وقال ربيعة بن كعب قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة سأله وهو غلام عمره ثلاث عشرة سنة فقال له صلى الله عليه وسلم يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود قل إذا تريد ترافقني في الجنة الصح أعني على نفسك بكثرة السجود وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الصلاة إذا تركها الإنسان متكاسلا عنها تركها تماما كفر كما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بل بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان غير جاحد لوجوبها إنما فقط أذن عليه الفجر ما يريد يصلي أذن الظهر ما يريد يصلي عصر مغرب عشاء والسمر له سبوع سبعين ما يصلي هذا خلاص انتهى لو مات لما غسلناه ولا كفلناه ولا صلينا عليه لأنه في حكم الكافرين كما قال عبد الله بن مسعود ومن لم يحافظ عليها يعني الصلوات حشر اليوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف فرعون تكبر عن الصلاة وهامان شغلته وظيفته ووزارته عن الصلاة وقارون شغله ماله عن الصلاة وأبي بن خلف شغله أولاده وجاهه ومنصبه عن الصلاة لذلك اختارهم قال حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف فمن شغله شيء من هذا عن الصلاة صار حاله على مثل ذلك والله عز وجل قد أمر بالصلاة في كتابه كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وقال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال جل وعلا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وقال سبحانه سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فذكر أوقات الصلوات فيجب على من عرف مثل ذلك أن لا يقطع الصلاة أبدا وأن لا يتكاسل عنها أبدا بعض الناس يقول يا أخي أنا إما أني أصلي مئة في المئة يا شيخ يعني أصلي الصلوات تامة كما أمر الله عز وجل أو يا أخي أتركها أما أصلي صح أو أتركها أقول يا أخي صلي ولو على غير صح يعني لو قال لك الشيطان أنت أصلا ما تستطيع أن تصلي الفجر في وقتها خلاص خلاص بلاش صلاة لا قل بل سوف أصلي حتى لو بعد خروج وقتها صحيح أنك آثم وأنك متعرض للسيئات لكن على أقل أحسن يا أخي من الذي لا يصلي أبدا يا أخي أبقي بينك وبين الله عز وجل هالباب المفتوح يعني فاتتك صلاة الظهر والعصر جئت وصل للمغرب قال لك الشيطان أنت أصلا فوت صلاتين لا ظهر ولا عصر خلاص فوت الباقي قل لا على أقل ألقى الله وأن فوت صلاتين أحسن ما ألقى الله وأنا قد فوتت عشر صلوات أو خمسة عشر صلاة فينبغي أيها الإخوة على الإنسان أن يصلي هذه الصلوات الخمس التي أمره الله عز وجل بها وأن يقيمها يقامة تامة وينبغي عليه أيضا أن يعود أولاده عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة لسبع ثم قال واضربوهم عليها لعشر وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه المرحلة أعني الثلاث سنوات سبع ثمان تسع عشر هذه الثلاث سنوات أيها الإخوة والأخوات كلها فترة لأجل تعويد الولد على مسألة صلاته يعني الذي يأتي الآن بعض الآباء ويقول يا شيخ أنا ولدي عمره ثلاثة عشر سنة واربعة عشرة سنة ويرفض أن يصلي نقول يا أخي أنت المخطأ قال كيف نقول الآن عندك ثلاث سنوات هي فترة تدريبية للولد لأجل أن يصلي مروا أولادكم بالصلاة لسبع إذن أول ما يكمل عمره السبع سنوات يجب عليك أن تأمره بالصلاة سبع ثمان تسع عشر يجب أن تأمره في خلال هذه الثلاث أو الأربع سنوات بالصلاة قد حسبتها فوجدت أن هذه السنوات قد تعدت قرابة الأربعة آلاف وخمسمائة صلاة فيها كل هذه الثلاث سنوات يعني أنت عندك أربعة آلاف وخمسمائة أمر أمرته صلي 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 هو سيتعود لكن لما يكون الأب قد أهمل ولده ثم وصل عمره إلى ثلاث عشرة سنة وخمس عشرة سنة ثم قال يا أخي ولدي ما يصلي نقول أنت الذي كان يجب عليك أن تفعل ذلك أصلا في البداية فييداك أوكت وفوك نفخ كذلك فيما يتعلق بالصلاة أن من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤكد على الصلاة مع الجماعة أيضا كما سيأتي معنا بل إنه عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت وانأم رب الصلاة فتقام ثم وخالف إلى قوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بين الله عز وجل أن الصلاة لها أوقات فقال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على الأممين كتابا موقوتا يعني موقتها بوقت لا يجوز له أن يتأخر عنه بعض الناس إذا كان في مستشفى أحيانا أو كان مريضا يتساهلوا بالصلاة ويريدوا أن يجمعها إلى أن ينتهي وهذا خطأ بلا شك الأصل أن يصلي بحسب استطاعته يعني دخل عليك وقت صلاة الظهر تستطيع تتوضأ توضأ للصلاة ما تستطيع تتوضأ تيمم طيب ما تستطيع تتيمم صلي على حسب حالك ما تستطيع تستقبل القبلة نعم استقبلها ما تستطيع صلي إلى غير القبلة أهم شيء أن لا تخرج الصلاة عن وقتها وأن لا تتساهل بهذه الصلاة بأي نوع من التساهل ولو تأملت وجدت أن الصلاة لا يمكن أن تسقط سقوط تام عن المرء إلا في حالتين إما الجنون وإما الموت بس طيب والمريض المريض يجب عليه يصلي طيب مريض هكذا على السرير ما يتحرك إلى رأسه يجب عليه يصلي برأسه ما يستطيع يحرك رأسه يجب عليه أن يصلي ولو أن يصلي بنيةه وهو على فراشه أقول الله أكبر ينوي أنه قام الله أكبر ينوي أنه راكع الله أكبر سمع الله المحمد ينوي أنه يصلي إذن لا يمكن أن تسقط سقوطا تاما إلا إذا مات الإنسان أو كان مجنونا أما غيره فلا يمكن أن تسقط حتى في الحرب يقول الله عز وجل عنهم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فقيموا الصلاة حتى في أثناء الحرب يجب عليه أن يصلي الصلاة التامة كما سيأتي معنا إن شاء الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ما كان يأمر به أصحابه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذه العلامة بين المسلم وبين غير المسلم وقد كان السلف رحمه الله تعالى يحرصون على الصلاة ويحرصون أولادهم عليها جاء أن حشام ابن عبد الملك فقد ولده مرة في صلاة الجماعة فسأل عنه قال وين فلان ما صلى معنا في الجماعة فأرسله إليه فقال رجع الرسول وقال يا أيها الخليفة إن ولدك يقول كانت مرجلتي تسكن شعري فتأخرت عن الصلاة وفاتتني يعني كانت الجاري اللي عنده تمشط شعره يقول ففاتتني الصلاة لأجل أني أمشط شعري فقال سبحان الله ويفوت الصلاة لأجل شعره لأجل تسريحة الشعر ثم أرسل من عنده حجاما يعني حلاقا فحلق رأسه على الصفر حتى مرة ثانية يكون رجل ويصلي مع الناس وجاء عن عبد الملك بن مروان أيضا أنه كان له ولد بدين ثقيل ففقده مرة في صلاة الجمعة فأرسل إليه يسأله يقول يا ولدي أين كنت في صلاة الجمعة قال يا أبتي عجزت بغلتي عن حملي ومشاء الله بدين والبغلة كلما ركب عليها حرنت على الأرض جلست ما ما استطعت أن تحمله قال عجزت بغلتي عن حملي قال طيب ما عندك رجلان تمشي بهما ما عندك أقدام ثم أقسم عليه ألا يركب دابة شهرا كاملا بسبب أنه لأجل أن يخفف من وزنه لأجل أن يتأدب مرة ثانية ما يغيب عن صلاة الجماعة أو أقسم عليه سنة كاملة كما ذكره بعض المؤرخين المقصود من ذلك أيها الإخوة والأخوات أنه لا بد المر أن ينضبط بهذه الضوابط الشرعية لأجل صلاته ولأجل أن الله عز وجل يعظم أجره بذلك وينبغي مناصحة من لا يصلي المرأة لزوجها ما يصلي لا بد أن تناصحها الزوجة الذي أولادها أو زوجتها ما تصلي لا بد من مناصحتها لا بد من إقامتها في أوقاتها قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج الصلاة عن وقتها لما قال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهم يعني جاءني ملكان كما في البخاري قال فانطلقت معهم فأتينا إلى رجل متجع على الأرض وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة قال وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه وفلقتين ويتدحرج الحجر قال صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل منظر يعني رجل يضرب بالصخرة هو يتدحرج الحجر فزع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل منظر قال سبحان الله ما هذا يا جبريل ماذا قال جبريل هذا الذي يعبد الأصنام هذا الذي يعق والديه هذا الذي ما يصلي لا لا ما عبد أصنام ولا عق والديه ولا ترك الصلاة قال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس ينام عن الظهر عصر مغرب عشاء إذا كان جماعة هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يضرب هذا الضرب ويضرب رأسه لأن لذت النوم في الرأس بعض الناس إذا جئت توقظه للصلاة يقول يا أخي رأسي تقيل ما أستطيع عن استيقظ فإذا كان هذا حال من هو ناء فما بالك بالمستيقظ اللي جالس يتابع له مباراة أو مسلسل ويفوت صلاة الجماعة إذا كان هذا حاله فما بالك بحال غيره وطبعا هذا العذاب هذا عذاب فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة قال الله ولا عذاب لآخرة أشد وأبقى ولعلي إن شاء الله تعالى فيما يأتي من حلقات نتكلم فيما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة ثم بعد ذلك نتكلم عن أحكام الصلاة وشروطها أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد ونجعلني وإياكم باركين إنما كنا أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم ولعلى الله يجعلنا إن شاء الله نلتقي بكم في حلقات قادمة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبركة رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر فشرع الله للدنيا ضياء فمن شاء اقتفاها سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يوفر من شاء اقتفاها سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يوفر ليسلكم هدي خير الخلق طروا بعلم ثم فعله بخيرك أجرق هلا فانقش بما يتبرق حولا بقلبك واتبعه وقل وذكر خذوا عني مناسككم حديث شريف قاله الهادي المطهر اشتركوا في القناة